سلام عليكم قصتنا الليلة قصة الأولى من نوعها في الوطن العربي جريمة غريبة ومن أغرب الجرائم والقصص اللي ممكن تسمع فيها عادة نروي قصة جريمة شرف جريمة قتل عادية بسبب مشكلة خلاف على أموال القتل عن طريق السم الجرائم التقليدية المختلفة لكن قصتنا الليلة وجريمة الليلة صراحة لأول مرة تحصل في العالم العربي وهالقصة صراحة كذلك فيها معلومات صادمة ومرعبة جدا ولما تسمع التفاصيل راح تقول احنا وين عايشين المهم قبل لنبدأ في سرد أحداث القصة أحب أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع الإخوة والأخوات على تفاعلكم على قصة يوم أمس قصة فرح الجميلة والحمد لله رب العالمين أهل الخير كثار والدنيا ما خليت وإذا خليت خربت تواصل معي العديد من الأشخاص من مختلف الدول العربية وعلى رأسهم من المملكة العربية السعودية السوريين من الداخل السوريين المغتربين في الدول العربية والدول الأوروبية من الكويت من الأردن جزاهم الله عنا خير الجزاء واللي ما سمع القصة يروح يسمع التفاصيل والقصة رقم 620 بعنوان قصة فرح الجميلة أما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة الله يسلمكم لرجل مصري وتحية لأهل مصر ولا يهون السامعين جميع رجل ينقاله أبو محمود أبو محمود هذا رجل في قمة البساطة والرقي والأدب والإحترام رجل أحواله المادية تعبانة وأبو محمود هذا الله يسلمكم وظف في البلدية في منطقة تابعة لمدينة شبرة الخيمة التابعة لمدينة الأليوبية المصرية وأم محمود كذلك امرأة بسيطة وفي قمة البساطة تشتغل في تنظيف المنازل غسيل السجاد فيها الحارة فيها المنطقة اللي عايشين فيها وأبو محمود وأم محمود عندهم ثلاث أبناء الكبير محمود والأصغر بنت اسمها شيماء والأصغر شاب اسمه أحمد عمره تقريبا 15 سنة واللي هو بطل أو ضحية قصتنا الليلة المهم هالعائلة هذه في قمة البساطة والأدب وجماعة لهم أصحاب مشاكل لهم من أصحاب السوابق جماعة يمشون الحيط الحيط ويقولون يا ربي الستر الولد أحمد هذا أحيانا يساعد والدته يساعد أخوه يساعد أخته يساعد أبوه في بعض الأعمال وفي المدرسة كذلك في بداية عام 2024 يعني قبل حوالي تقريبا 4 إلى 5 شهور يجي شخص على الحارة الشخص هذا اسمه طارق طارق رجل أربعيني أول مرة يجي على هالمنطقة ويستأجر في إحدى الشقق القريبة من منزل أحمد وطارق أول مرة يجي على الحارة ما يعرفونه ما يعرفون عن أهله لكن بدأ على طارق أنه رجل كذلك في قمة الأدب والإحترام وطارق عازب غير متزوج ولما تستأجر الشقة عن صاحبة العمارة العمارة هذه صاحبتها امرأة السكان اللي ساكنين في العمارة كلهم عائلات أما هذا الشاب عازب وعادة كما هو متعرف عليه في كل الدول العربية العمارات اللي يكون فيها عائلات مستأجرة ما يجرون فيها عزاب لأجل ما تحصل مشاكل والعائلات لها وضع خاص والعازبين لهم وضع خاص المهم هذا طارق عنده وضع خاص ولما جاء على صاحبة العمارة وده يستأجر الشقة قالت أحنا ما نأجر عزاب قال لها أنا والله صراحة عندي وضع خاص وما أقدر أتزوج ليش شيني سألفتك يا طارق قال لها والله يا أم وفلان أنا صراحة رجل مريض بالسرطان عافان الله وإياكم وبسبب المرض اللي أعاني منه فما ودي أبلي بنات الناس وأبلشها معاي وما أدري أي ساعة أموت وأنتقل إلى رحمة الله عز وجل والشفاء بيظل عز وجل ما أدري هل أشفى هل أموت لكن بسبب هذا المرض ما أقدر أتزوج والمرأة حنت عليه وشافت فعلا أن الرجال عنده تقارير طبية ووضعوا شوية تعبان فأجرته الشقة وبدأ حال وحال سكانها الحارة وطارق أول ما جاء على الحارة جاء على القهوة اللي موجودة فيه الحارة قهوة شعبية وطلب من صاحب القهوة اللي ينقال له الحاجة أبو خالد أنه يشتغل عنده كعامل فيه القهوة وأبو خالد رجل أكابر شروة من يسمع ويحب فعل الخير وشفق على هذا الرجال وقال له حياك الله تعال اشتغل وصار طارق عامل قهوة عند الحاجة أبو خالد طارق من أول ما جاء على الحارة بدأ عليه التدين وقاله شاب محافظ على الصلوات وشاب في قمة الأدب بالإضافة إلى ما حبته لأطفال الحي كل أبناء الحي يحبون طارق حتى الفلوس اللي يشتغل فيها هذا الرجل يحاول يساعد الأطفال ويعطيهم خرجية ولا عيدية ولا مصروف باللي يقدر عليه وسكان الحي والمنطقة مبسوطين من هذا الشاب المسكين والكل شفق وعطف عليه تروح الأيام وتجه الأيام بدأ أبو خالد يلاحظ أنه هذا طارق في بعض الأحيان يغيب له يوم يومين ثلاثة يام وبعدين يرجع ويمسك طارق هذا اليوم قال يا ابني أنت أشوفك تغيب وتعطي اليوم ثلاثة وبعدين ترجع شن السالفة؟ قالوا والله يا أبو خالد أنا صراحة مريض سرطان وبحاجة إلى علاجات وتغيبه هذا بسبب العلاج وأحيانا أخضع إلى جرعات كيماوي وتعرف الواحد بعد ما يخضع لجرعات الكيماوي يتعب ولازم يرتاح ليوم ولا يومين لبينما يسترجع عافيته وفعلا جرعات الكيماوي عاذا الله وإياكم من هذا المرض فعلا مرضى السرطان لما يتعاطون جرعات الكيماوي يتعبون ويظلون ثلاثة أربعة أيام أو ممكن أسبوع حسب كمية الجرعة وقوتها فبحاجة إلى كم يوم لبينما يستعيدون عافيتهم ويقدرون يتحركون وقال له الله يشفيك ويعافيك يا ابني والجماعة مهم قصرين معاه غض النظر عنه أبو خالد حيث أن الرجال هذا عنده علاج وعنده وضع خاص المهمة تروحها لأيام وتتجى لأيام وطارق شغال فيها القهوة وشاب من أحسن الشباب في المنطقة وفيها الحارة وخصوصا بالنسبة لمجتمع الأطفال اللي بسن 10-12 إلى حد 15-16 سنة يتقرب منهم ويتودد منهم ويعطوهم المصروف والأمور ماشي من أحسن ما يكون وطارق كل فترة وثانية يغيب ليوم يومين بحجة العلاج المهمه يقعد هذا طارق في الحارة مدة من الزمن عدة أشهر وفجأة يختفي طارق عن الوجود ويغيب له حوالي شهر إلى شهر ونص عن الأعين الناس والناس تسأل وين طارق وين راح يقولون والله ما ندري بعد شهر ونص ويجي طارق ويظهر على الساحة من جديد ولا هذا طارق ما عده طارق الأولي قبل كان عامل في القهوة ويقدم المشروبات وكان شاب فقير ومعدم ولا لا بلا طارق لما رجع على الحارة ولا هاللباس وصار يعطي الشباب أو الأطفال الصغار هذول يعطيهم مبالغ مالية 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه وصار عنده شعبية في الحي بالنسبة للأطفال هذول وسأل الحاج أبو خالد هذلك اليوم سأل طارق قال له يا طارق شنو عدم ما بده احنا نتمنى لك كل خير لكن شنو اللي صار معاك شنو اللي بدل حوالك قال والله يا حج أبو خالد اللي حصل انه عندي أخ وحيد وهذا الأخ توفي والأخ هذا غير متزوج أو عنده أموال وأنا حصلت على الأموال هذه بصفتي الوريث الشرعي قالوا الله يرحم أخوك وحياك الله وأهلا وسهلا بك من جديد في الحارة وأصبح طارق بدل ما كان سابقا عامل في القهوة أصبح زبون وزبون من الطراز الرفيع وتروح الأيام وتجي الأيام وطارق كذلك رجع على الشقة نفسها اللي مستأجرها وشخص محبوب في الحارة وخصوصا من الأطفال اللي مثل ما قلنا بعمر ما بين العشر سنوات إلى حد خمسة عشر سنة يعطيهم منها الفلوس وبما أنه رجع قوية على الحارة صار له شعبية أكثر وتروح الأيام وتجي الأيام إلى تقريبا عشرة الشهر هذا اللي إحنا فيه وفي يوم من الأيام يختفي الولد أحمد ومن أول الأشخاص اللي صاروا يبحثون عن أحمد اللي هو طارق شاف أخته شيماء تبحث عنه وتسأل خير يا شيماء قالت والله أحمد مختفي ما شفتنا يا اليوم طبعا طارق وأحمد من أعز الأصدقاء في الحارة على الرغم من فارق السن بيناتهم إلا أن كانوا سكان الحارة دائما يشوفون أحمد مع طارق يعني أكثر من باقي أطفال الحارة قال الله والله ما شفته خير شنو اللي صار على أحمد قاله والله ما ندري طلع اليوم وما رجع وانتشر الخبر فيه الحارة ويا بنت قولي لموتش أحمد مختفي حاولوا يبحثون عنه في كل مكان ممكن أن يروح عليه أحمد لكن ما اعتروا عليها أبدا وبعد ما فقدوا فرص العثور على هذا الولد وبما أنه قاصر قام وراحة وبلغوا رجال الأمن واللي راحة تبلغت البنت شي ما بلغت عن اختفاء أخوها ورجال الأمن أخذوا البلاغ على محمل الجد لكن يجب مرور مدة من زمن على البلاغ لأجل يبحث رجال الأمن في هالموضوع إن كان قاصر أو فوق سنة 18 المهم بدأ رجال الأمن فيه اليوم الثاني يبحثون والأهالي يبحثون وسكان الحارة الكل يبحث عن أحمد وين راح أحمد ما يعلم إلا الله عز وجل أول يوم الثاني الثالث الرابع بدأ سكان العمارة اللي مستاجر فيها طارق يشتمون بعض الروائح الكريهة لكن الروائح الكريهة هذه زادت عن حدها جت صاحبة العمارة تدق الباب على طارق لما وقفت عند الباب ولا الرائحة هذه ما تنطاق وكذلك الشقق اللي صايرة فوق شق الطارق صاروا يشتمون الرائحة لأن الرائحة قاعد تطلع من طاقة الحمام أو شباك الحمام تكرمون عنها الطارق المهم يدقون الباب على طارق طبعا على أصوات دق الباب فزأ سكان العمارة على صاحبتها خير شنو اللي صاير قالت والله شوفت عينكم الريحة هذه طالعة والرجال خاف أنه ميت داخل الشقة يدقون يدقون لا حياته لمن تنادي قالت خلينا نخلع الباب ويخلعون الباب ولما دخلوا داخل الشقة ويشوفون هذاك المنظر الفضيع واللي ما ممكن أنك تتصوره لما دخلوا على إحدى الغرف الغرفة هذه فيها سرير ولا أحمد أو جثة أحمد موجودة على السرير لكن الجثة مشوهة بطريقة فضيع ما ممكن أنك تتخيلها أول ما شاله والغطى اللي كان على جثة أحمد ولا الولد مذبوح من الوليد إلى الوليد بالإضافة إلى أنه مشقوق الصدر من أسفل الرقبة إلى أسفل البطن أحشاء ما فيه كلاوي ما فيه واحدة من عيونه رايحة ولا كذلك فيه بجامب وكيس أسود مسكر لما افتحوا الكيس طبعا خلال هالأثناء مباشرة الأهالي بلغوا رجال الأمن لما افتحوا الكيس ويعثروهن على بعض الأحشاء المصران والكليتين وبعض الأعضاء البشرية المنظر كان فضيع جدا وما ممكن أنك تتصوره أو تتخيله ليش أحمد موجود بهالطريقة هذه ومقتول بهالطريقة البشعة وليش طارق قتله الآن المشتبه الوحيد فيه طارق لأنه صاحب يشقه أو المساجر فيها يبحثون عن طارق من هناك طارق فصم الحذاب وبدأ رجال الأمن البحث عن هذا الرجل وبدأوا يفرغون تسجيلات كاميرات المراقبة ويشوفون شنو اللي حصل خلال الأيام السابقة ومن يوم اللي اختفى فيه أحمد شافوا أنه أحمد فعلا كان فيه آخر ظهور له مع هذا الرجل وأنه طالع ورايح وجاي هو وفيه أحد التسجيلات تبين أنه طارق داخل على الصيدلية الموجودة في رأس الشارع قبل لا يختفي الولد أحمد بمدة زمنية بسيطة جاءوا على صاحب الصيدلية السلام عليكم وعليكم السلام قالوا أنت جايك هذا الشاب طارق شنو اشترى من عندك وشنو أخذ من عندك قالوا والله اشترى من عندي نوع من أنواع المخدرات أو المخدر الموضعي بالإضافة إلى كمية من الشاش وبالسؤال عن طارق قالوا هذا الرجل يعاني من مرض السرطان وأنه الطبيعي ممكن أنه بسبب الآلام اللي تجيه ممكن يحتاج الشاش وممكن يحتاج المخدر الموضعي عادي يعني المهم وبناء عليه ويعممون على صورة هذا طارق أي شخص يشوفه يبلغ عن وجوده ويعثرون على طارق متخبي في أحد الأماكن خلف أحد المستشفيات في المنطقة ويلقون القبض عليه طبعا في مسرح الجريمة في شق الطارق تم رفع البصمات الموجودة وتصوير مسرح الجريمة والتشر الخبر في الحارة وفي المدينة وفي مصره بشكل عام أنه الجريمة جريمة تجارة في الأعضاء البشرية لكن المشكلة في الشقة ما في أي معدات طبية ولا حتى أنه الشقة مجهزة لأجل مثل هش عمليات لا في مقصات لا في مشارط لا في ثلاجات لا في شيء ممكن ليحفظ الأعضاء البشرية هذه بالإضافة إلى أنه اعتروا على الأعضاء البشرية موجودة في كيس بجانب الجثة وعلى بالكم أنت والآن أنه القصة جريمة قتل عادية القصة أكبر من جريمة قتل عادية وأكبر من تجارة أعضاء والقصة صراحة من القصص العجيبة والغريبة المهم لما ألقوا القبض على طارق وبدوا يحققون معاه وطارق ما في أي مجال أنه ينكر قال نعم أنا اللي قتلت ليش قتلت؟ التفاصيل الصادمة في طريقة القتل وسبب القتل قال والله صراحة أنا أتعامل مع أحد الأشخاص وهو اللي أعطاني الأوامر أني أقتل هذا الولد ومنه هذا الشخص وليش لحتى تقتلون هذا الولد بهالطريقة؟ قال أنه هذا الشخص هو شاب موجود في دولة الكويت وتعرفت عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببيع الأعضاء وتعرفت عليه ومن سالفة إلى سالفة قام قال لي هذا الشاب أنه تقدر أنت يا طارق تعيش حياتك وبما أنك عايش فقير وبسيط وما عندك حق أكل ليش ما تصير غني وتعيش حياتك؟ قال له شلول؟ قال له تجيب ولد بسنة يعني 14-15-10 سنوات وتجيب هذا الولد وأنا أعلمك على الطريقة المناسبة لكن قبل لا ترتكب الجريمة أو تقتل هذا الولد يجب أنك تصور لي أكثر من صورة وحتى أشوف إذا هذا الولد مناسب ولا لا وفي حال حصل هذا الأمر يا طارق لك مبلغ 5 مليون جنيه قال له ابشرب عزك خلينا نجرب ونشوف وخليني أشوف الولد المناسب وبدأ طارق هذا يبحث عن الضحية المناسبة لأجل يجيب هذا الولد بناء على تعليمات هذا الشخص الموجود في الكويت واللي راح تنصدمون من المعلومات عنه وجت عينه على أحمد أحمد شاب بسيط وفقير ومسكين ومن عائلة بسيطة ويضحك عليه بمئة جنيه بخمسين جنيه ويقوم يتصور هو أكثر من صورة وأرسل الصور هذه لشخص المقيم في الكويت قال له خلاص هذا هو الضحية المطلوبة اتفق هو على موعد معين وقال له تجيبه على الشقة وتشغل تلفونك لأجل تصور عملية القتل وعملية استخراج الأعضاء هذه وأنا أكون معاك على الخط مباشرة بمكالمة فيديو أونلاين وفعلا بدأ طارق هذا يتودد الأحمد ويضحك عليه بمئة جنيه بخمسين جنيه ومن هناك ويستدرجوا على الشقة هذاك اليوم ويدخله داخل الشقة ويسكر عليه والكاميرا كانت جاهزة كاميرا التلفون مضبط الأمور مجهز العدل للقتل والتقطيع وهذاك الي فيه الكويت فاتح الكاميرا فاتحين كام ومسك طارق الولد أحمد أول شيء ذبح وذبح من الوريد إلى الوريد والكاميرا شغالة تسجل عملية القتل بالتفاصيل الممنة وهذاك معاه على الكاميرا على سوي كذا افتح البطن شق الصدر طالع الأحشاء طالع العين طالع القلب وهذا شغال والدماع عبت الشقة وعبت المكان والتوثيق بالصوت والصورة يقول طارق بعد ما خلصنا العملية اللي استمرت مدة من الزمن ويقول لهذا الشخص أنه والله الأعضاء البشرية هذه يا طارق صراحة غير مناسبة لأنه انبيحها وودك تحاول تشوف لك ولد ثاني وتسوي عليه نفس العملية لكن الآن وودك ترسلي الفيديو اللي سجلته يا طارق وأنا ما رح أقصر معاك وراح أعطيك مبلغ من المال لا يستهان فيه وفعلا يقوم طارق يرسل الفيديو لهذا الشخص الموجود في الكويت ويقبض حوالي مادية لا يستهان فيها وخل الولد داخل الشقة وبدأ يبحث عن الضحية الثانية كانت اعترافات طارق اعترافات صادمة جدا والجريمة الأولى من نوعها في مصر وفي العالم العربي شنون واحد قاعد في الكويت يتواصل مع واحد في مصر وعلى الكاميرا ويشاهد عملية القتل والذبح طبعا طلع تقرير الطب الشرعي على جثة احمد الله يرحمه انه العملية ما لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب في موضوع تجارة العضاء البشرية لانه ما اعثروا على اي معدات طبية في الشقة وحتى العضاء اللي طلعها طارق من جثة احمد محطوطة في كيس ومعفنة المهم بناء على اعترافات هذا القاتل والمجرم الفضيع والمجرم الاول من نوعه في العالم العربي تواصل رجال الامن في السلطات المصرية مع الانتربول او التعاون الدولي مع السلطات الامنية في الكويت بناء على الاسم اللي يعطاهم يا هذا طارق ويتم القاء القبض على احد الاشخاص المصريين المقيمين في دولة الكويت والصادم في القصة انه الشخص هذا اللي معطي الاوامر الطارق شاب مراهق عمره 15 الى 16 سنة وبالبحث والتحري وتفتيش الشقة وتفتيش الاجهزة اللي موجودة عند هذا الولد تبين انه هذا الولد كان يتواصل مع طارق من جوال ابوه وتم اعتقال ابوه معاه وتم تسليمهم من قبل السلطات الامنية الكويتية الى السلطات المصرية بناء على التعاون الدولي واتفاقية الانتربول الدولي جابوا الولد هذا هو وابوه ابوه قالهم يا عمي انا ما ادري الولد هذا شنو قاعد يسوي صحيح في كثير من الاحيان ياخد تلفوني لكن ما ادري ليش وعلى حسب اعترافات اب هذا الولد الرجل مصدوم من تصرف هذا الولد قال يعني معقولة ولد بعمر 14 الى 15 16 سنة ممكن يسوي هذا التصرف المشكلة في اعترافات الولد هذا اللي مقيم فيه الكويت الولد هذا اللي يسلمكم متعرف على طارق وهذا الولد يشتغل فيه الشغلة يسمونها الداركويب او الانترنت المظلم والانترنت المظلم هذا اذا اول مرة تسمع فيه هذا قصته قصة تعرفون الانترنت هذا اللي قاعدين نستخدمه احنا كبشر عاديين وكمواقع تواصل ومواقع انترنت هذه كلياتها بكف والانترنت المظلم او الداركويب هذا بكفة ثانية هذا الداركويب موجود عليه تجارة الاسلحة تجارة الاعضاء كل الشغلات اللي منافية للطبيعة ممكن تلاقيها في الداركويب الولد هذا يشتغل هالشغلة بعمر خمسة عشر سنة والصادم فيه اعترافات الولد انه هذه ماهي اول جريمة واول قصة يرتكبها اللي هي قصة احمد المشكلة انه الولد يقول فيه سبع الى ثمان قصص او اشخاص ساوي معاهم نفس الطريقة في بعض الدول العربية وسالفة احمد هذه ماهي اول سالفة المهم رجال الامن لما ألقوا القبض على طارق وبدوا يحققون معاه يستجوبون وحطوا اسمه على النظام الامني تبين انه هذا طارق ماهو عازب يعني غير متزوج ولا مرة تبين انه كان متزوج وانطلق وتبين انه عنده سابقتين او سوابق اثنين في السرقة اخرها في سنة الفين واثنين وعشرين واللي قبل منها بست سبع شهور كذلك فيه السابقة اخرى في السرقة تبين انه من اصحاب السوابق وبناء عليه توسع رجال الامن في التحقيق لانه السالفة فيها موضوع دارك ويب والتجارة في الفيديوهات هذه اللي تنباع بمئات الالاف من الدولارات وفيه كثير من الاشخاص يحبون يعني يستمتعون لما يشوفون فيديو لقتل بني ادم وتقطيعه واستخراج الاعضاء البشرية او قتل الحيوانات وتعذيبها او تعذيب الاشخاص او اغتصاب القاصرات فهذه الاشخاص للأسف موجودين بكثرة في دار كويب هذا الانترنت المظلم فهذا الولد اللي موجود فيه الكويت يعني يشتغل هالشغلة ويبيع مقاطع الفيديو مقابل يقول لك كل فيديو يباع بمئة الف دولار وطبعا التعامل في دار كويب هذا يقول لك عن طريق عملة البيت كوين العملات المشفرة هذه المهم لما توسع رجال الامن في التحقيق مع طارق واسترجاع تسجيلات الكاميرات المراقبة تبين انه هناك في بعض الاشخاص اللي يشاكين رجال الامن فيهم ومن ضمنهم صاحب الصيدلية صاحب الصيدلية هذا يقول لك في عنده عامل يشتغل ديليفري يوصل بعض الادوية والمتطلبات اللي يطلبونها المواطنين تبين انه هذا الولد ممكن يكون مشارك او له علاقة من بعيد ولا من قريب وما زالت التحقيقات جارية بالاضافة الى انه طارق بيوم من الايام جايب رجل ينقله ابو حمزة على اساس انه هو عم طارق وبالتحقيق مع طارق وإلقاء القبض على ابو حمزة تبين انه هذا ابو حمزة رجل عنده محل للمجمدات وعنده ثلاجة او براد صغيرة شاحنة صغيرة مركب عليها ثلاجة ويتنقل فيها من مكان الى مكان وبالتحقيق مع هذا الرجل اللي ينقله ابو حمزة تكشف لرجال الامن الكثير من الحقائق والشغلات الصادمة وهناك قاسم مشترك ما بين طارق وابو حمزة هذا المهم تبين لرجال الامن من خلال التحقيق مع ابو حمزة وطارق تبين انه هذا ابو حمزة الله يسلمكم بايع كليتو قبل مدة من الزمن وطارق كذلك طلع بايع كليتو والامر بدأ اكبر من قصة احمد والقصة فيها دارك ويب وفيها الكثير من الاشخاص وممكن من خلال التحقيقات في الايام القادمة نسمع بكوارث نسمع بقصص نسمعها للمرة الاولى وخصوصا بناء على اعترافات الولد المصري هذا اللي كان مقيم في الكويت يقول انه هذه ما هي اول جريمة هذه ممكن تكون انها السادسة او السابعة وفي الايام القادمة رح اكيد يتم الكشف من قبل السلطات المصرية عن التحقيقات التجارية مع هذا الولد ومع طارق وممكن يكون هناك شبكة تظهر للمرة الاولى على العلن وللمرة الاولى تظهر هالامور هذه على العلن انه عندنا في الدول العربية في ناس تشتغل في الداركويب الداركويب هذا الله يسلمكم منتشر في الدول الافريقية في الدول الاوروبية في امريكا في امريكا اللاتينية نسمع بها السوالة انه والله كثير من الاحيان يختفي كثير من الاشخاص بظروف غامضة ولما يتم اكتشاف الجثث يتبين لهم انه في اشخاص قتلوا هؤلاء الاشخاص المختفين وبالتالي تم بيع مقاطع التقطيع واستخراج الاعضاء البشرية وبيع المقاطع هذه بمئات الالاف من الدولارات وصراحة احنا في المجتمعات العربية او الدول العربية بشكل عام ما تعودنا على مثل هالقصص او مثل هالاخبار المرعب صراحة بكل ما تعنيه الكلمة لذلك الحذر واجب يا اخوان ديروا بالكم على ابنائكم شخص غريب يجي يسكن عندك في الحارة يا اخي ابنائك انت من تجايبهم من حاوية القمامة اللي يعزكم عنها الطاري لحتى تفلتهم بالشارع ولحتى انك ما تنتبه عليهم ولا انك تتابع وين يروحون وين يجون بغض النظر عن الفقر بغض النظر عن الاحوال المادية يا اخي هذه ارواح امانة في اعناقنا المفروض ندير بالنا عليها وننتبه عليها حتما كل جريمة تصير يكون فيها اهمال وخصوصا بالنسبة لقصص وجرائم الاطفال اللي تحصل اما اب غير مبالي وام غير مبالية وبالتالي تحصل جريمة وبعدين يقع الفاس بالرأس وان الدم ما ينفع وتصير الولاويل والصراخات لذلك الله يرضى عليكم انتبهوا على ابنائكم وانتبهوا على الاشخاص الغريبين اللي يدخلون على الحارات اللي تسكنون فيها ولا في البنايات اللي ساكنينها يعني مثل هذا الشخص من اول ما جاء على الحارة اللي عندهم ما يعرفوله لا اساس ولا من يحزنون وتبين ان وهذا طارق اصلا ما يعاني لا من مرض السرطان ولا من يحزنون وجاء على هالحارة وعلى هالحي وضحك عليهم واكل باقرهم حلاوة وسوالهم البحر طحينة ويقول لك لحد الان ما بين حدا من اهل هذا طارق لا اخوانه لا امه لا ابوه ولا اي حدا يخصه سأل عنه والتحقيقات ما زالت جارية مع الصيدلي وديليفري الصيدلي وابو حمزة وطارق وهذا الولد اللي مقيم في الكويت واللي ابوه معاها ايضا نتوقع في الايام القادمة باعترافات صادمة من هذا الولد بما انه يقول والله يعني هذه مو اول جريمة وجرامة اخرى في دول عربية ممكن تكون حصلت اختفاءات في بعض الدول العربية ما تم الاعلان عنها او ما سمعنا فيها او بالتالي في الايام القادمة توقعوا اخبار صادمة جدا من وراها القضية هذه المخيفة والمرعبة واللي اول مرة تحصل في مجتمعاتنا العربية والحقيقة الصادمة اللي ما ممكن انه نقدر نغفل عنها انه الجرائم هذه او النوع هذا من الجرائم بالتحديد على ماذا يدل يدل على مؤشر خطير على بداية الكوارث التي تحصل في مجتمعاتنا العربية والسبب الرئيس هو عدم المبالاة مواقع التواصل اللي منتشرة هذه وخصوصا انه اطفالنا وابنائنا اللي بعمر الزهور ماسكين هالتلفونات ولا ندري عنهم وين قاعدين يغوصون في اعماق المواقع هذه اللي شي تعرفوا شي ما تعرفوا مثل هذا ولد عمره 15 سنة هذا محترف هذا من متى داخل الى هذا الموقع وشلون قدر يدخل الى هذا الموقع وشلون يتاجر وشلون يبيع وللصراحة ما ظل ناقصنا في المجتمعات العربية الا جرائم الداركويب التعذيب على الاونلاين التعذيب على المباشر تقطيع الاجساد البشرية وبيع الفيديوهات هذه والله هذا اللي كان ناقصنا في المجتمعات العربية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافي لنا ولكم جميعا وطبعا القصة هذه جديدة توها تازة والتحقيقات ما زالت جاري وبانتظار التفاصيل اللي راح تطلع واللي على الاغلب راح تكون صادمة ورح نبلغكم فيها اول باول ان شاء الله في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في رعاية الله وحفظه انہا انه او احسن او اقرب او 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 شكرا